بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس التاسع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون ومنهم الكافرون في هذه الآية الكريمة يخبر تعالى ويبشر هذه الأمة المحمدية الخطاب لها كنتم أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس أي كنتم خير الأمم لأن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص وخص نبيها صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لمن كان قبلهم وحملها وحملها سبحانه وتعالى أمانة حملها أمانة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي لم تحصل على هذه المنزلة إلا في مقابل القيام بهذه المهام العظام فكل شيء له مقابل فكانت هذه الأمة خير الأمم لما حملت من أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى مما يقل وجوده في الأمم السابقة ولأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ففي يوم القيامة تشهد هذه الأمة على الأمم بأن رسلها قد بلغوها والوسط معناه العدول الخيار فهذه الأمة تمتاز على الأمم السابقة بميزات عظيمة وهذه الميزات إنما استحقتها لما قامت به من الأمر بالمعروف والأمر بالمعروف يشمل الجهاد في سبيل الله ويشمل الدعوة إلى الله عز وجل ويشمل النهي عن المعاصي والمخالفات ويشمل التعليم تعليم الخير تعليم العلم النافع تبليغ الرسالة فهذه مهام معظيمة من قام بها فإنه يكون من خير أمة أخرجت للناس ومن تقاعس عنها فإنه لا ينال هذه المرتبة فهذه الأمة لم تعطى الخيرية إلا لقيامها بهذه المهام العظيمة فمن قام بها استحق أن يكون من هذه الأمة ومن لم يقوم بها فإنه لا يكون من هذه الأمة وإن انتسب إليها وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال كثير من المفسرين كنتم خير الناس للناس في الحديث كنتم خير الناس للناس تأتون بهم بالسلاسل حتى يدخلوا الجنة وذلك أن هذه الأمة تدعو إلى الله وتجاهد في سبيل الله لمصلحة الأمم تنقذها وتخرجها من الكفر إلى الإيمان تخرجها من أعمال أهل النار إلى أعمال أهل الجنة وهذا لا شك أنه إحسان عظيم تحقق هذا لما قام الصحابة رضي الله عنهم وقام من بعدهم من سلف هذه الأمة بالدعوة والجهاد في سبيل الله حتى انتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ودخل الناس في دين الله أفواجا وزالت عنهم ظلمات الكفر والشرك والشبهات وظهر منهم رجال ظهر منهم رجال امتازوا على أهل الدنيا بالعلم والعمل كما هو معلوم بتاريخ هذه الأمة ما حصل هذا إلا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف الأمم السابقة فإن بني إسرائيل لم يقوموا بهذا العمل كلهم بل إنما قام به قليل منهم والأكثر تقاعسوا عنه كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلم يقم بهذا منهم إلا طوائف يسيرة أثنى الله عليها كما سيأتي إن شاء الله في الآيات القادمة والحاصل أن هذه الأمة إنما حازت على هذه الخيرية بهذه الصفات تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الإيمان الصحيح أما أهل الكتاب فإنهم لم يؤمنوا بالله على الوجه المطلوب بل لم يؤمنوا بجميع الرسل الكذبوا بعض الرسل وبذلك لم يتحقق لهم الإيمان لأن من كفر ببعض الرسل فهو كافر بالجميع ومن كفر ببعض الرسل فإنه كافر بالله عز وجل فميزة هذه الأمة أنها حققت الإيمان بالله عز وجل فآمنت بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فاستكملت أركان الإيمان ولذلك وصفها الله بأنها تؤمن بالله عز وجل فهذه ثلاث صفات عظيمة تأمرون بالمعروف هذه صفة تنهون عن المنكر هذه الصفة الثانية تؤمنون بالله هذه الصفة الثالثة ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان في الإيمان ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرهما منفردين لأهميتهما فالحاصل أن هذه الأمة هي خير الأمم كما في هذه الآية وكما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنت الآية ميزة أو بيّنت هذه الآية الأسباب التي صارت بها هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس فمن أخذ بهذه الأسباب صار من هذه الأمة وبعض العلماء يقول إن هذا يعنا به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب لهم وهم الذين قاموا بذلك وحققوا ذلك ولكن الصحيح أن الآية عامة وأن الخير في هذه الأمة لا يزال موجودا إلى أن يقاتل آخرها الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالخير موجود في هذه الأمة ولكنه يتفاوت من وقت لآخر وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته